بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين زي ما انتوا شايفين العنوان أبسط الطرق لحل امتحان انجليزي نمزج الوزارة الترمي التاني فعلا هتلاقوا أبسط الطرق في الحل هبسط لكم طريقة الحل جدا بس أهم حاجة أولي الأمور يفهموا الطريقة اللي أنا شغال بها دي علشان يوصلوها للولاد وهي ان شاء الله هتلاقوها سهلة جدا كل سؤال لي مفتاح معين بنفتح بيه السؤال علشان نعرف نحل الإجابات هنسيب لكم برضو ده أنا هحل امتحان واحد دلوقتي باقي الامتحانات كلها هسيبوا الربط في أسفل الفيديو لحل النمزج كلها سواء كان مكتوب أو كان محلول أو كان مشروح تمام وبعدين قبل ما نبدأ هنحب نشكر الناس اللي هما دايما معنا في التعليقات وطلبوا انه هما ان انا اقول اسمهم يعني وهما هالة عبود شكرا جزيلا لحضرك كما يجعل في حسنتك ربا هالة ايوة طبعا هالة معنا في كل الفيديوهات ونشطة جدا ما شاء الله عليها ربنا يا رب ان شاء الله محمد برضو جزاك الله خير يا مصر أنا محمد وهنا كمان عبدالله رضا ما شاء الله عليه برضو وعمر برضو من ابتال سنة ربعة المتفوقين يوسف أنا بشكرك جدا يا مصر انت سبب نجاحي في الترمي الاول وان شاء الله الترمي الثاني ان شاء الله بيت توفيق يوسف ربنا وفاك ان شاء الله نييرة شرحك مبسط جدا يا مصر وحماسي وتحفى وانييرة احنا نتمنى لك تكون ان شاء الله من الاوال سما اا سما ومننا شكرا واحمد بيقول لي مفيش ورق لا سيبنا الرابط يا احمد اا بعدين يا مصر انا ما فتحتش اا يا رب تكون على جابرة عرفة عمر طهي أنا وانت يا عمر ان شاء الله يوسف صلى على النبي صلى الله وسلم يوسف جميل جدا جزاك الله خيرا. اه احمد حسن شكرا يا مصر على مجهودك الرائع. اه رودي ممتاز جدا جدا جدا. اه صباح جزاك الله خيرا يا مستر. اه مروان برضو جزاك الله خيرا جزاك على مجهودك. اه اناس عبد المجيد بجد يا مستر كل الامتحانات اللي حضرتك بتنزلها بتيجي في الامتحان. وحسين زيزو رده قال له فعلا اللي مستر بنزله بيجي في الامتحان. اه طبعا وحبيبة. وكمان سهير. واه احنا بنقول كل الناس اللي هي طلبت مننا. ورضا حسين. واحمد. اه شكرا يا مستر على تعبك ومجهودك. ما فيش حسن من شرحك. شكرا يا احمد. اه ما شاء الله عليك بجد بفهم. ماشي يا حسين. تمام. اه بخيط حماد. ما شاء الله عليك يا مستر بروبو بجد شرحك مبسط وفوقه الممتاز. بجد تبارك الله. فيك يا احنا مستر. في ربنا يا كلمك. مريم معانا هي. مريم بتقول انا مريم. اه والفنان محمد حسن. اه محمد محمود النويري كل سنة وحضرك طيب. وانتو طيبين ان شاء الله عقوبة المليون يا رب ان شاء الله. عادل جمال برضو. احمد لي بقى شكرا. علشان وقت الفيديو واخايف اكون نسيت حد معلش لو انا نسيت حد. هبدأ بقى ايه? نشوف اول سؤال عندنا هيبقى شكله ايه? وتعالوا نتوكل على الله. طبعا اول سؤال عندي? اللي هو بالزبط اكمل النص من الكلمات المعطوة امامك. جايب لي خمس كلمات وجايب نص. ما عاوزني اكمل النص من الكلمات الموجودة? علشان اعرف في حل السؤال ده لازم اعرف اترجم الكلمات اللي قدامي دي. مش لازم كلهم بعضا منهم. يعني مثلا النايل اللي هو النيل هادئ. لايك يحب. تيتشر معلم. وفيليج قرية. هبدأ بقى اقرأ كل نقط. واقف عنده النقطة كده. كل ما يحطيلي نقطة اقف عندها. واشوف ايه المطلوب بالزبط. بيقول لي صاحبي. عايش في مدينة كبيرة. بيقول صاحبي عايش في مدينة اكبر من اكبر من النيل. في مدينة اكبر من النيل. اكيد لا. طب اكبر من هادئ. طب اكبر من يحب. طب اكبر من معلم. طب اكبر من قرية. اه قرية ممكن تنفع. صح? يبقى ازا اكبر من ايه? يبقى المدينة اكبر من القرية. خلصت كده الاولى. التانية. عارفينها يعني بيت. نير يعني بالقرب منه. بيقول لي ايه? بيقول لي البيت بتاعه قريب من المعلم. قريب من يحب. قريب من هادئ. قريب من النيل. ايوة. قريب من النيل. يبقى فعلا قال لي ايه النايل وجاب لي دليل عليها قال لي عشان كده يقدر ان هو يشوف يعني نهر والنهر اكيد هيبقى معاها ايه النيل بعد كده النقطة جات خلاص هبدأ كلام جديد بيقول لي رامي صفازر والد رامي بقى ده از اه كذا طبعا لما يقول لي بقى ان ابو رامي يكون يكون قرية يعني ولا يكون يحب ولا يكون نيل ولا يكون يكون معلم يكون ايه معلم على طول دي وصيفة طب والدليل ان هو يعمل في سكول سكول اهي والسكول معاها تيتشر حاجات سهلة جدا طيب بعدين بيشتغل في مدرسة قريبة منه رامي نقط هز لايف رامي يحب حياته رامي نقط حياته يعني الحياة فبيقول لي رامي نقط الحياة او حياته فطبعا اكيد رامي ايه بقى يحب حياته فناخد لايكس لاننا خدنا قرية ومعلم والنيل قاعد هادئ بقى بس هنجب لها دليل هو بيقول لي ايه القرية تكون نقط اند بيوتفل وجميلة يبقى اكيد عاوز يقول القرية ايه هادئة وجميلة طبعا في قطع كتيرة حلينها في الرابط اسفل الفيديو هتشوفوا بقى نفس الطريقة وتستخدموها بالشكل ده تمام طيب ده ممكن يكون السؤال الاول السؤال التاني سؤال الاختيارات سؤال الاختيارات عايز منك انك بتلعب على كلمة واحدة بتعرف معناها وتشوف هو طالب منك ايه فبيقول لي هي ديدزا كذا انهز سيلفون طب انا مثلا مش فاهم الكلام ديد دي الماضي من دو اللي هي يفعل فانا هقول مثلا هو فعل مش عارف ايه عالتليفون عمل ايه عالتليفون عمل ايه عالتليفون عمل انفورميشن على طول يبقى بيعتمد اكتر على ترجمة الكلمات او انا ان انا اربط كلمة التليفون بكلمة بحس طيب بعدين نقط is good to the environment الحاجة دي كويسة للبيئة you can use things again فبيقول لي النقط جيد للبيئة ويستخدم مرة اخرى يعني حاجة بتعيد استخدامها يعني الكسر الكسر بيستخدم مرة اخرى cycling ركوب الدراجات ولا recycling عادة التدوير عادة التدوير يعني بستخدم الحاجة مرة تانية وهو ده المطلوب يبقى اذا هي دي الاجابة recycling بعدين ثلاثة I was six years old when I first went to school الراجل بيقول عندما كنت ست سنوات نقط المدرسة عاوز اقول لما كان عندي ست سنين رحت المدرسة مش بروح المدرسة فهنا مثلا اذهب ودي برضو مضارع يعني دي مضارع ودي مضارع اذهب اما ونت بقى ايه زهبت يبقى عندما كنت ست ست سنين زهبت للمدرسة يبقى ونت بقى يبقى ونت ماشي عشان الكلام في الماضي والدليل ايه كنتوا اللي هي واضي اربعة if you are not كذا on rude you will have an extra طبعا بيقول لي ايه طبعا دي خلاص اخترناها هنا بيقول لي لو لم تكن كذا على الطريق هتعمل حادثة لا قدر الله طبعا لو ما كنتش إيه على الطريق بقى يوسفل مفيد لو ما كنتش مفيد على الطريق ولا لو ما كنتش كيرفل حريص ولا لو ما كنتش كالرفل ملون أكيد كيرفل حريص يبقى حفظ الكلمات أساسي تمام أربط كلمة طريق رود بكلمة حريص أو كلمة حادث بكلمة حريص وهكذا طيب هنا بقى اكلة الكفكوس انا انا هاعلم الكلمة بكلمة سكر حاجة بتتكل بالسكر يعني انا شايف ايه تياكل اهو وكمان شوجر سكر يبقى ايه اللي بيتكل بالسكر بقى الخضروات ولا الفروت الفاكهة ولا الحاجة الحلوة المحلية اه اكيد هتبقى الحاجة الحلوة ايه المحلية وهكذا كل اسئلة الاختيارات احنا اقلين الكلام ده بالعربي بس مش كاتبينه هتلاقوه في الرابط اسفل الفيديو طيب السؤال التالت توصيل التوصيل برضو بيعتمد على حفز الكلمات بيقول لي مريم وانتس تو دو اريسيرش انزف فانيك فوكس فانيك فوكس سعلى بالفانيك عايزة تعمل ايه بقى هي بقى بحس عايزة تعمل بحس البحس ده هيتعلق بايه بقى قال لي موقع النت يعني بحس هعمله فين هعمله في المدرسة ولا يعني ولا في اليوتوبيس ولا لا موقع النت اقرب حاجة ليه فبيقول لي بما اني مريم بنت هنا هم فاستخدم شي هي مشي تعبارضه عيدة على البنت ها وهكذا فممكن اعلمها بالطريقة دي لو انا ايه طلق بط خالص طيب لقد انتو اللايبري هي بقى دخلت في موقع المكتبة وبعدين وعملت كلمة سر يبقى موقع على ايه على النت التانية هاو ماني برانشيز دا الزنايل هاو برانشيز فروعي النيل ها كم فارعي النيل عارفين ان هم فارعين نيجي هنا بقى لقى ايه قال لي تو برانشيز فارعون يبقى فارع فارع فروع النيل مع فروع النيل طيب هنا بقى ماي داد ابي ووركس انزا سيتي بتقول ان باباها شغال في المدينة طيب ووركس دي يعمل ابي يعمل فيه لما نيجي هنا بقى بيروح الشغل بالبص يذهب للعمل بالبص يبقى ابي ووركس يعمل جوتو وورك يذهب للعمل يبقى ايزا قريبة من بعضيها برضو احنا نوصل كل لون بلونه اه طيب هنا بقى في الصين زي هاف الكتريك باصس اوتوبيس كهرابي باص اوتوبيس هنا بقى الباص ده ما بيعملش تلوث يبقى باص بعين هاي يبقى باص وباص طيب بعدين الاو او بقى واضحة او ان انا باخد الحرفين دول في كلمة فود شبيهة بقى بالحرفين دول في كلمة سكول تمام يبقى التوصيل سهل ممكن اخده بالرموز زي ما انا عملت كده او ان انا اكون اعرف اترجم الحاجة وهتبقى كلها زي ما هي تمام طيب ننتقل للسؤال اللي بعد كده سؤال القطع حاجة جميلة جدا حاجة سهلة وان شاء الله هتحلوها بكل بص اول سؤال انا اعتبر ان انا قرأت القطع وترجمتها يبقى حل بكل بساطة طب لو انا معرفتش اخرى القطع او اترجمها اعمل ايه ابص كده اول حاجة بيقول لي اول سؤال طبعا حط علامة صحة وغلط ويبقى واضح من خلال الاقواس ماي سيستر اختي بتحب السويتس الحلوة اجي هنا قلاقيه بيقول لي ان الاختي بتحب الحلوة طب ادور فوق اشوف الاختي بتحب ايه دورتي فوق لقيته بيقول لي ايه ان السيستر لايكس تويز افرض انا معرفش دي يعني ايه المهم ان الكلمة اختلفت تويز بقى دي يعني الالعاب البنت بتحب الالعاب اهي يبقى الكلام ده true ولا false صح ولا غلط طبعا اكيد هيبقى ايه false غلط لان هنا العاب وهنا حلوة فالكلمة اختلفت يبقى انا بطلع الاجابة من فوق التانية الدول now has a new yellow dress yellow dress فستان اصفر طب اشوف انا الفستان فوق هيبقى لونه ايه قال لي بص كده معايا دور 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 دورت لقيته بيقول لي لا ده pink dress pink اه فستان pink مفيش اي حاجة للاصفر خاضر pink اللي هي وردي تمام فستان وردي يبقى صح ولا غلط اه غلط برضو يبقى برضو هعمل اف طب التالتة sister happy happy سعيدة بالبرس دي بهديت العيد ميلاد اطلع فاشوف الاخت سعيدة ولا لا لقيت هنا بقى بيقول لي ايه اه هي هنا سعيدة هنا بقى بيقول لي ايه happy اهي سعيدة برضو يبقى دي ايه بقى يبقى دي هتبقى true صحيحة تمام طيب بعدين يبقى دول ايه تلاتة اسئلة صح وغلط الرابع والخامس بيبقى ايه اسئلة open answer جاوبهم من القطع نفسها هبص انا بقى بيقول لي when لازم بقى اعرف كلمة الاستفهام وين طبعا يعني متى متى ها when is hanes birthday امتى امتى عيد الميلاد ابص فوق هنا لو انا معرفتش برضو اترجم ابص على كلمة birthday دي اهي موجودة اول سطرين صح يبقى is tomorrow اكتب لحد النقطة من اول النقطة هنا لحد النقطة ده لو انا معرفتش ترجم لكن واضحة او لو انا فاهم ها هقول له لا birthday is tomorrow اروح جيب له الايجابة بالشكل ده خلاص طيب what does hana make for here sister صنعت ايه لاختها طبعا هي في الاول ايه صنعت لها هدية خاصة والهدية دي كانت عروسة مكسورة عندها فالمهم هي صلحتها وعملت لها فستان للهدية يعني عملت حاجات كتيرة وخلت الهدية عملت لها عملت للعروسة شعر بس هي اول حاجة ايه special present اللي هي دي تمام ودي هتبقى في الاجابات عندي هنا هو يبقى القطعة كلها سهلة خالص حرام ان درجات هتضيع مني اعرف تلحها من فوق سواء ان كنت عارف الكلمات او مش عارف بالطريقة اللي احنا شفناها دي تمام طيب نيجي بعد كده السؤال اللي بعده سؤال الترتيب سؤال الترتيب انا عارف من الاسئلة الرخمة اللي بتحتاج حد يعرف يركب جمل كويس انت هتمشي خطوة خطوة بداية هتبدأ بالكلمة اللي تحتاجها خط وي نحن وي ده فاعل الجملة الفاعل لازم يجي بعد منه فاعل في عندي هنا اشوف ادور كم فاعل يعني هاف فاعل وكان فاعل طبعا ما ينفعش هاف تيجي قبل كان لان كان عايز المصدر وهاف عايزة بعدها تصريف ثالث او اسم يبقى لازم اجيب كان الاول هي تستطيع يبقى وي كان نحن نستطيع تمام بعدين اجيب الفاعل هاف بقى ها وي كان هاف ها هي بقى طب بعد كده يبقى انا خدت وي وخدت كان وخدت هاف عندنا بلكونة وعندنا في باكيد في البلكونة وعندنا نباتات وعندنا كثيرة يبقى هقول كثيرة نباتات ولا نباتات كثيرة نباتات كثيرة يبقى جيب كثيرة الاول احنا نا بدأت فاعل وفاعل وكده وكملت طيب لما يكون فاعل وسأل بقى سؤال سؤال ببدأ بعد تلاستفهام إليها تحتها خط عادي وط ولازم يجي بعدها فعل مساعد اللي هو بيكون Do أو Does أو Is أو Was أو Where الأفعال المساعدة يعني فطبعاً لقيت Do وروح تجيبها تالت حاجة في السؤال بتبقى الفاعل اللي هو الضمير أنا أنت هو نحن يبقى في U أهي شايفينها الأخيرة يبقى تبقى ثلاثة What do you بعدين الفعل الأصل ما فيش أي أفعال غير Sync يعتقد يبقى What do you think في حرف جر يبقى يجي بعد الفعل What do you think about كده ما فيش أي أخر حاجة اللي هي يعني ما رأيك أو ماذا تعتقد في تلوث الهواء تمام طيب هبدأ بماي كالعادة وماي ده ضمير ملكية لازم يجي بعدي اس طيب شايف أنا فاوريت مفضل وشايف ترانسبورتيشن وسيلة مواصلات وسفينة يبقى عاوز يقول إيه وسيلة المواصلات المفضلة بتاعتي هي السفينة يبقى هبدأ ماي فاوريت بعدين ترانسبورتيشن is تكون the ship الحاجة المفضلة بتاعتي هي الشب السفينة وسيلة المواصلات هي السفينة سؤال تاني who ما فيش هنا فعل مساعد بقى يبقى يجي الفعل الأصلي من اللي يأتي إلى المدرسة على الأقدام لأنه شايف مدرسة وفوت أقدام وون فيبقى الفعل تاني حاجة who comes تلاتة to من يأتي إلى school المدرسة وبعدين التعبير بتاع هو on foot على الأقدام برضو بيحتاج ترجمة للكلمات وحد يعرف حافظ تركيبة الجملة وتركيبة السؤال تمام طب لو احنا بنعرفش نترجم أو مش حافظين كلمات كتيرة نقدر نعمل الطريقة دي طب الطريقة دي عبارة عن ايه؟ تعالوا نشوف أول حاجة أنا شايف صورة بنت وولد فهقوله ايه؟ صورة قدامه هقوله it's a picture إنها صورة فعلا دي جملة أخذ عليها درجة كاملة وأنا شايف فعلا صورة قدامي بعدين أقوله ايه؟ there is a يوجد في الصورة a boy a girl حاجة تكون موجودة في الصورة يعني تمام؟ طيب بعدين أقول كمان I can see أنا أرى لو قلت في الأولى boy أقول في التانية girl I can see كذا تمام؟ طيب they are in كذا هم يكونوا في كذا هم يكونوا في كذا في school في house في أي حاجة موجودة يعني تمام؟ طيب أقوله في الآخر they are happy أنا شايف هم بيتحكوا في الصورة يعني هم سعداء فدي جمل ينفع تتعمل في أي موضوع من غير ايه؟ من غير تعب وفي نفس الوقت سهلة يحفظها طالب رابع عادي والسؤال الأخير ممكن يكون على ما التركيم ولا حاجة ممكن يجيب أو ما يجيبش فهيبقى الموضوع ايه؟ سهل بقى تمام؟ طيب هنسيب رابط في الفيديو إجابة زي ما اتفقنا في أول فيديو هنسيب فيديو مشروح كامل وفي نفس الوقت برضو هنسيب لكم ورق لو عايزين تطبعوه محلول ومش محلول يلا بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته